قبل ساعة من انتهاء فعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الرابعة والخمسين والمقرر لها غداً ما زال الجمهور يتوافد أمام بوابات أرض المعارض الدولية للحرص على القراءة والاطلاع ومتابعة الفعالية الثقافية وحقق المعرض حضوراً كبيراً حيث بلغ إجمالي عدد زائري حتى الآن مليونين وثمانمائة وثمانية وسبعين ألفاً واربعمائة وخمسة وسبعين شخصاً كما شهد المعرض العديد من الفعاليات الفنية والثقافية ضمن برنامج الأنشطة الثقافية المصاحبة له إضافة إلى فعاليات البرنامج المهني والأنشطة المخصصة للطفل أحد عشر يوماً من الثقافة والقراءة والإبداع نحو ثلاثة ملايين زائر من مختلف الأطياف والأعمار لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورة الرابعة والخمسين والذي حقق حضوراً جماهرياً كبيراً كما كان المعرض أيضاً فرصة لمحب الكتابة في نشر أعمالهم ولمحب القراءة للاستفادة من العروض والخصومات الكثيرة التي يقدمها المعرض المعرض كويس جداً والنهاردة أنا جيت أشتري عن كتاب عن ورد بريس يعني قريت عنه نبزة بسيطة كده وكان حياة كويسة جداً جداً والمعرض كويس جداً يعني بصراحة المعرض كان حلو قوي وكان فيه كتب من جميع النوعيات الحلوة وكان فيه لغات كتير جداً وشفت ناس كتير قوي هنا حلوة وتعرفت عليها وكان فيه سكافات حلوة قوي تطيح لنا إن إحنا نتعلم حاجات كتير بسم الله ما شاء الله تبارك الله يعني المستوى جميل جداً والتنظيم هايل وحاجة في مستوى الكمة والروعة طبعاً والأسعار مناسبة جداً وكل حاجة متوفرة يعني ما شاء الله تبارك الله يعني حاجة جميلة جداً يعني المعرض شاهد خلال الأيام الماضية العديد من الفعاليات الفنية والثقافية ضمن برنامج الأنشطة الثقافية المصاحبة للمعرض إضافة إلى فعاليات البرنامج المهني والأنشطة المخاصصة للطفل بقاع رقم خمسة بالمعرض وجذب المعرض عدداً كبيراً من الزوار بأعمار سنية مختلفة وكان من بين الحضور عدد من طلاب الجامعات وطلاب المدارس ومواطنون ورحلات مؤسسات أهلية من الكتب اللي جبتها دي أصفار مريم محرمان طريق عز وآخر ليالي البشر لمريم وكمان جبت حد كثير جداً لخلد أمين وحاجة كمان الحاجة اللي عجبتني إلى أن أنا لقيت أعمال نبيل فاروق ودي حاجة من الحاجة اللي فكرتني به لأنه هو يعني ربنا يرحمه طبعاً بس أوفر أول المعرض جامد جداً وحاجة يعجبني أوه حرص المواطنين على زيارة المعرض وفعالياته إلى جانب اقتناء الكتب نظراً لما يقدمه من مجموعة كبيرة من الإصدارات والمؤلفات بأسعار مخفضة يكشف مدى وعي المواطنين بأهمية القراءة والاطلاع ويؤكد على حيوية الوعي الثقافي لدى المصريين أحمد الحسيني التلفزيون المصري